على عكس ما روج له نظام التركي ووسائل الإعلام التابعة له أكدت الولايات المتحدة أنها لم تتراجع عن مضمون بيان السفراء الذي دعت فيه واشنطن مع تسع دول أوروبية للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي وخلال مؤتمر صحفي أوضحت أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن مضمون البيان وأن كافالا ما يزال معتقلا منذ 2017 دون إدانة ما دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إصدار قرار بإطلاق صراحه على الفور المسؤولة الأمريكية أشارت إلى أن بلادها تواصل التحدث علنا عن اعتقال النشطاء والصحفيين والمواطنين المدنيين في جميع أنحاء العالم بما فيها تركيا مشددة على وجود مخاوف لدى بلادها في هذا الشأن كما في قضية كافالا في السياق أكدت بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيعقد اجتماعا مع رئيس النظام التركي راجب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع الجاري موضحة أن واشنطن لا تزال تعمل على ترتبات الاجتماع المحتمل جين بساكي أضافت أن لديهم مساحة في الجدول الذي يعملون على الانتهاء منه لعقد اجتماعات ثنائية إضافية مشيرة إلى أن هناك مزيد من الوقت ليقرر بايدن ما إذا كان سيعقد اجتماعا مع أردوغان أم لا وتأتي التصريحات الأمريكية هذه بعدما أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام التركي أن أردوغان سيجتمع مع بايدن في القمة التي ستعقد نهاية الأسبوع